بص الاسرائيليين او الصهاينة بشكل عام بلاش كلمس هدي حبيهاش مهم الصهاينة عندهم موقف موقف اما او تحديد الحكومة نتنياهو وقعة في مأزق ايه هو المأزق علشان بنا انا اعلان اقولولك ده هنوصل ليه الكلام المتعلق باجتماع النهاردة المأزق بتاع حكومة نتنياهو انه الولايات المتحدة الامريكية واشنطن البيت الابيض جو بايدن تبنى المقترح الخاص بالحل واللي انا اقدر اقول يعني بنفس راضية جدا وبمنتهى الاريحية وبمنتهى الثبات انه مبني على الطرح المصري او طرح الثلاث مراحل حلو سبنا من القصة دي طيب ده مأزق بتاع بن يمينة تنياهو انه اذا قبل الحل الجديد اللي متوافق عليه من الامريكان متوافق عليه مننا في مصر متوافق عليه من اخواننا القطريين فايزا وافق ده معناها انه سموترتش وبين غفير هينسحبه من اللي اقتلاف بتاعه طيب ولو انسحبه من اللي اقتلاف بتاعه اصبح كده الحكومة بتاعة بايدن ما هيش حكومة الاغلبية بتاعة الكنست هو عنده اربعة وستين صوت او اربعة وستين عضو لو انسحب بن غفير واسموترتش ايه اللي هيحصل هينخفض عن الاربعة وستين هينزل لدون الستين وبالتالي هو كده هيبقى اقل من الخمسين في المية اللي مكنته او اللي التي تمكنه واللي المفترض انها تمكنه من تشكيل الحكومة فيحصل ايه تسقط حكومة بن يمينة تنياهو فان سقطت حكومة بن يمينة تنياهو اصبحنا كلنا عارفين يلحق قضائيا وممكن كلبوش فده لو قبل المبادرة او لو قبل الحل طب ولو مقبلش يواجه من قبل المعارضة فاحنا بقى عندنا المعارضة هي كمان واخدى قرار عندنا ستة واربعين سلطانين اظن موجودين جوه الكنست اه من اصل مية وعشرين دول عاوزين قدر الاستطاعة يطيحوا ببن يمينة تنياهو في حال انه لم يسكت البنادق لم يسكت هذا العدوان زائد انه في رأي عام اصبح بيتزايد ويشكل ضغوط حقيقية داخل تل ابيب على اتخاذ القرار يعني ايه يعني الناس بتقول خرجوا لنا عيالنا خرجوا لنا اهلينا يبقى في رأي عام ضاغط جوه اسرائيل في معارضة ضاغطة جوه الكنست وبعدين خد المشهد ده زي ما هو وبص على اوروبا اوروبا بدأت تاخد خطوات مش هقدر اوصفها بانها الانسحاب الكامل من تحت المظلة الامريكية او الانسحاب بشكل كامل بعيدا عن الكيان الصهيوني ولكن خطوات بدأ اتخاذها سواء اذا كان باعتراف التلات دول بفلسطين او بانه قد تنضم اليهم دول اخرى زي ما يتأكد في البايبلاين او يعني في السكة زي ما بتقال على امتداد الخط وفي نفس الوقت بدأوا ياخدوا شوية خطوات متعلقة به وقف التعاون العلمي والاكاديمي ما بين بعض الجامعات الاوروبية والجامعات في الكيان الصهيوني المحتل الاراضي العربية الى اخيره وعندك رأي عام طلابي مهول سواء اذا كان في امريكا او في كثير من الجامعات الاوروبية وزي ما تشايفين يعني نسا كانوا امريكان قبضين على 29 متظاهر من المتظاهرين امام مدحف بروكلين بولاية نيويورك الولايات المتحدة الامريكية ففي رأي عام موجود يضغط نتانياه رجل مش غبي نتانياه داهية وهو فاهم ان الحراكة الطلابي ده مضر جدا لي لانه ده هيشكل ضغوط على الادارة السياسية في واشنطن او الادارة بتاعة البطلابيا تحديدا سواء اذا كان موجود بقى جو بايدن موجود دونالد ترامب مش دي القصة هذا الرأي الضغط طلابيا هيشكل مشكلة اللي بيحصل في اوروبا يشكل مشكلة الرأي العام الداخلي بتاعه يشكل مشكلة المعارضة تشكل مشكلة فبيفكر في ايه؟ انا هعمل ايه؟ تيجي المعارضة وتعرض على ما يبدو على نتانياهو انه اذا انسحب سموترتشو بن غفير علشان خاطر انت هتقبل الطرح او طرح الحل بوقف كامل لاطلاق النيران الانسحاب الكامل من كافة المناطق المأهولة بالسكان السماح بانفاد المساعدات الانسانية الاخ الاخ لمدة الست اسابيع مع خروج المحتجزين من الجانبين على حسب ما هيتم الجدول والمفاوضات وما الى ذلك فسموترتشو بن غفير هينسحبه اذا حصل وانسحبه ما تقلقش يا عم احنا هنزق المعارضة جنبك فتخش معاك في نفس ذات الاقتلاف فيبقى في الحالة دي الحكومة بتاعتك ما سقطتش ولو ما سقطتش اذا فانت امن ده خد بالك ده جزء من اللي انا كنت بقولك قبل كده نتانياهو يبحث عن صفقة الخروج الامن اولها ان الحكومة ما تسقطش فما يتقفش طيب من ناحية اخرى نتانياهو اعلن عن مجموعة من الاهداف هو وضحها او اعتبرها انها اهداف عسكري يقولك ايه احنا عايزين نقضي على قيادات حماس وبعد شوية طب احنا هقضي على حماس بالكامل وبعد كده انا لازم اخرج المحتجزين كل ده مجموعة من الاهداف السياسية عايز يرضي بها حلفاءه من جهة ويحاول يسكد بها الرأي العام الضغط داخليا من جهة وعلى ما يبدو بدأ يصل الى يقيم انه هو مش هيقدر يعمل كل ده فعليه ان يقبل بالمقاربة المصرية بالاساس واللي بعد كده بنت عليها الولايات المتحدة الامريكية شكل او آلية مال الحال